المقابلات اليوم اللي وضعنا التعيين في القناة في ساعات الأولى من صباح اليوم إذن صادق السالمي وهو من تونس وهذا حكم غير محظوظ السجوعة لأنه تعتر في طريق دياله ولكن حكم يجتهد ولكن الحد لأنه كنت في الاربيت رجالنا كل اجتهاد وكل حد واشنو مكتب لك الله إذن هذا الحكم هذا أنا أعتبره غير محظوظ وغدا سيتبت لالتحاد الإفريقي بأنه موجود وغاد يكون موجود بدنيا ودينيا ويكون ساعد بتخرج المباراة البر الأمان الحكم مساعد الأول المساعد دياله ودائما لاحظته تلقى الحكم المساعده لكان شي واحد من الدولة دياله تديره هو اللول معه لأنه تكون أصلا تلعب معها المقابلة الدولية وتلعب معها حتى في تونس من يومين جيبوتي عبد الرزاق من جيبوتي وهو حكم مساعد ثاني بيتر الكيني حكم رابع وهيتم قيرات من تونس ومحمود البناء وهنا للاحظته عندنا جوج حكم جوجهم ساحة بجوجهم فار شابتيني يعني كي هو نورمان مخص يكون حاكم ساحة وحاكم مساعد في الفار بش علاش بش هدك المساعد الحالات اللي تتكون ضبوطة للتسلول تكون اكتر فهم وفهمهم زيان ولكن ما تعنيش بان حتى الحكم ضابط المواد كاملة ضابطين 17 قانون غير فاشل نكون هناك حاكم مساعد في التيران وتندخل الفار لتعططني شي القطاع دي التسلول تنتمتع فيها وتنضبطها مزيان ولكن الجنة دي الاتحاد الافريقي بهذا المشكل اللي كين ديال الإصابات والنتاج الإيجابية إذن غادي نشوفو هاي تمقيرات ومحمود البنة وهنا متجانس كين تجربة وكين الحكم الشباب ومقابلة وتنعرف الروح ريدي بشي لعبو بها المنتخب المغربي اشتركوا في القناة